السلام عليكم اذا كنت عاني من مشكلة انه جوالك ذاكرتك صغيرة او انك خايف على الجهاز انه يتفرمت او شي وتروح عليك صورك وفيديوهاتك بجيب لك اليوم البرنامج هذا هذا البرنامج فيه ذاكرة تخزين سحابية مقاسها 1 تيرا يعني 1000 جيجا 1000 جيجا يعني 1 تيرا هذا نستطيع من خلاله اخذ نسخة احتياطية للبرامج للصور للأثماء لأي شي طبعا هذا البرنامج نفتحه بهذه الطريقة وننشاء حساب عندنا هنا اسألنا موافقة نعمل له موافقة بعدين هنا عندنا تسجيل الدخول او انشاء حساب الآن اقوم بتسجيل فيه طبعا استطيع من هنا تسجيل برقم الجوال او عن طريق الفيسبوك او اعمل هنا تسجيل الدخول بواسطة اليميل الذي هو موجود معي في نفس الجهاز طيب الان كما تشاهدون هنا عندي سألني ادارة تشغيل النسخة الاحتياطية يعني يكون البرنامج نسخة احتياطي من غير ما اعمل له انا نسخة وشي اعمل هنا التشغيل او هنا غير مفتوح مواقة استطيع بعد ذلك فتحه طيب هنا عندي تحميل الصور من هاتفك النقال المشاركة الصور مع الاستقاء مطالعة الملفات المخزونة في اي زمان ومكان التحميل عن بعد طبعا بعد انشاء الحساب يتظهر لي ادارة تشغيل النسخة الاحتياطية كما تشاهدون يقول لي تستطيع نسخ 400 الف صورة طبعا انا ما اعمل له هذا طبعا هنا عندي الالبومات هذه استطيع هنا الصور التي تم عرضها هنا عندي استطيع تم تحميلها مؤخرا وهنا عندي الملفات كما تشاهدون الخيار تحت ملفات وهنا البومات هنا استطيع انشاء اي ملف وهناك الخزنة الخزنة استطيع عمل لها رمز سري خاص فيها طبعا اذا اردت التحميل عندي هذا علامة الموجب هنا او اذهب مباشرة للسيديو واقوم بتحديد الصور الذي اردت بعد ذلك اعمل لها مشاركة الى نفس البرنامج دعوني اريكم هذا الصور مثلا سوف اقوم بتحديد تحديد 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 خلاص لهنا بعدين هنا عندي مشاركة بعدين عندي البرنامج هذا حظ في تريبوكس كما تشاهدون هنا عندي البوم الالبوم الذي اردت الحفظ فيه اذا كنت اريد هذا البوم وانشيء جديد كما تشاهدون صور البوم بعدين اختيار صور من الكاميرا الآن انتظر هنا عندي عملية التقدم هنا كما تشاهدون عملية التقدم اذا انتهت من واحدة يعمل لي تم التحميل انتظر اذا كان النت سريع يتحمل بسرعة و يتحمل بنفس الجودة الموجودة مثلا حجم الصورة 2 ميجا يتحمل 2 ميجا و اذا حملتها تستطيع تنزيلها بنفس الجودة 2 ميجا 2 ميجا الآن تم التحميل 10 حبات تحميل 9 حبات هذه قائمة التنزيلة انا قمت بتنزيل الصورة هذه بنفس الجودة لكي يقوم بتجربة الجودة و ظهرت نفس الجودة نفس الحجم الجودة هنا عندي 1.6 ميجا بايت هنا عملت التقدم خلاص الان باقي واحدة الآن اكتمل التحميل فين في البوم الصور الكاميرا هذا البوم الذي انا اضفته من عندي استطيع اضافت اي البوم ثاني كما تشاهدون عندي الخيارات هذا الذي تحت هنا هنا عندي الاول هو اللي صفحتي هذه اللي صفحتي بعد ذلك هنا عندي الملف الملفات التي انا انشأتها و حملت فيها بعد ذلك هنا عندي اليلبوم اليلبوم هذا يظهر لي على اشخاص الصور على حسب الترتيب يعني اشخاص مباني سيارات زي كذا بعد ذلك هذا الخيار الذي بعده الفيديو وهذا الخيار الخيار الذي هو مشاركة اختيار ملف المشاركة استطيع اختيار اي ملف اي صورة و اقوم مشاركتها طبعا من الطبيعي انتظر لنا اعلانات زي هذه ليش لان البرنامج مجاني لازم يستفيد من الاعلانات هذا هو الشرح و اقتصر اذا اعجبكم الفيديو ارجو الاشتراك في القناة معكم فازل وصابي و الى اللقاء